اشتركوا في القناة الملكي رئيس الوزراء بزيارة الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح إلى مملكة البحرين والتي تجسد مدى عمق الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما تتميز به من خصوصية تعكس وشائج القربة والمحبة التي تربط البلدين وشعبيهم الشقيقين من جانبه نقل الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وتمنيات سموهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء فيما كلفه سموه بدقل تحياته إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وتمنيات سموه لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بدوام الرفعة والازدهار وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ارتياحه لما يشهده مسار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين من تقدم وتطور في كافة المجالات بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم من قيادة البلدين الشقيقين وأشاد سموه بالدور الهام الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي والعربي وما يبدله سموه من جهود خدمة للقضايا الإنسانية على المستويين الإقليمي والعربي استحق سموه من خلالها أن ينال كل التقدير والتكريم وقال سموه إن محبة الكويت وأهلها لا يمكن أن تصفها الكلمة وما يجمع بين بلدين من تاريخ طويل من المحبة والتواصل له خير شاهد ودليل على تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات البحرينية الكويتية تزداد رسوخا مع السنين لأنها ترتكز على تاريخ طويل من المحبة المتبادلة بين البلدين وشعبين الشقيقين ومستقبل هذه العلاقات سيكون أكثر إشراقا وازدهارا من جانبه عرب الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما شمله به من حفاوة وترحيب تعكس ما يكونه سموه من محبة واعتزاز للكويت وشعبها مؤكدا أن الكويت وشعبها يبادلون سموه المحبة والتقدير مشيدا بما يطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من جهود لتوطيد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وما يواصل سموه القيام به من دور بنا في تعزيز جهود التنمية ورساء الأمن والاستقرار في مملكة البحرين منوها بجهود سموه في تعزيز وتنمية العلاقات البحرينية الكويتية والتي تشهد نماء مستمرا يجسد عمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر